اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت القوات العراقية سيطرتها على مواقع حيوية في حي الزنجيل شمال المدينة القديمة بعدما شنت عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الاحياء في الجانب الغربي لمدينة الموصل من قبضة داعش وقال مصدر في الشرطة الاتحادية لوسائل اعلامية ان القوات توغلت بعمق 300 متر داخل الحي وضف المصدر ان عملية التوغل ادت الى العثور على مضافات ومركز اعلامي لتنظيم داعش مشيرا الى ان المدفعية الميدانية تواصل قصف دفاعات التنظيم المتطرف شمال المدينة القديمة اتلفت الفرق الهندسية تابعة للجيش الوطني اليمني والتحالف العربي نحو 1500 لغم في جبهة ميدي بمحافظة حجة اليمنية الى ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة لاستهدفت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي وصالح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بالتزامن مع تواصل المعارك العنيفة في الجبهات بحسب ما ذكرت وسائل اعلامية اكد وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية دغت انور جيرجاش ان ايران غير مستعدة للجيرة الحقيقية ولا بديل الا الوقوف متحدين حول السعودية اذ فند جيرجاش في تغريدات على تويتر ما جاء في مقالة نشرها وزير الخارجية الايراني محمد جواز ظريف في صحيفة نيويورك تايمز حيث سوق وزير الخارجية الايراني لجملة من المزاعم بعيدة كل البعض عن الواقع اعلنت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما مؤكدة انها تقوم بعملية بحث عن منزل على علاقة بالتفجير الانتحاري الذي اسفر غنمقتل 22 شخصا في نهاية حفل موسيقي في مانشستر واعتقلت عناصر الشرطة الشابة بتهمة الارهاب في اول ترافورد الى الشرق من المدينة وفقا لبيان من شرطة المدينة دعت المستشرة الالمانية انجلا ميركل الاوروبيين الى تولي مصيرهم بانفسهم بمواجهة تحالف غربي سوده قسام ناجم عن بريكست والرئاسة الامريكية وقالت ميركل خلال تجمع انتخابيا في ميونيخ ان الزمن الذي كانت الثقة فيه سائدة وكان بامكان الاوروبيين الاعتماد كليا على بعضهم البعض قد ول اعلن وزير الامن الداخلي الامريكي جون كيلي ان السلطات تدرس حظر نقل الالكترونيات في قمرات الركاب على جميع الرحلات الجوية المتوجهة الى الولايات المتحدة بسبب وجود خطر فعلي وكانت السلطات الامريكية منعت في الحادي والعشرين من اذار مارس الماضي الركاب القادمين من عشر مطارات الى اللقاء اشتركوا في القناة